اشتركوا في القناة كنت قدمت لكم عرضا طويلا مفصلا إلى حد ما عن مسألة حساب رؤية الهلال المعايير المختلفة الطرق العلمية سواء من ناحية تاريخية أو من ناحية الحديثة وكنت عرضت عليكم طريقة ومبادئ معرفة متى يبدأ الشهر وأدعوكم إلى العودة إليها لأنني أنا في سفر ولا أريد العودة وتكرار كل هذه المعلومات فما أريد تقديمه لكم اليوم هو المختصر المفيد بالنسبة لرمضاننا هذا المقبل إن شاء الله متى سيكون رمضان؟ الشيء الأهم الذي يجب أن يعرف هو متى يحدث الاقتران يعني متى يأتي القمر هكذا بين الأرض وبين الشمس فيدخل في دورته الجديدة الفلكية القمرية دورته أو مداره حول الأرض هذا سيحدث يوم الخميس 25 مايو ساعة تقريبا الثامنة إلا ربع مساء بالتوقيت العالمي ومعنى هذا أن في معظم المناطق التي تهمنا أو حتى في العالم بأسره سيكون الشمس قد غربت ويكون القمر دخل في الشهر بعد غروب الشمس وبعد بداية الليل بمعنى آخر أن في ذلك المساء ونحن نبحث أو يتم تحري الهلال بعد غروب الشمس بعد المغرب بحوالي نس ساعة إلى ساعة حين ذلك الوقت يكون القمر لم يدخل أصلا في دورته الجديدة في معظم بقاع الأرض سنعرض عليكم الخريطة المعتادة على الشاشة وهي الخريطة المأخوذة من برنامج المواقيت الدقيقة أكيرت تايمز الذي وضعه أخونا المهندس محمد عودة مشكورا هذه الخريطة تبين لكم أن في ذلك المساء يوم الخميس 25 مايو معظم العالم في المنطقة الحمراء في المنطقة الحمراء معناه أن القمر هذا غير موجود في السماء في تلك الليلة أو في ذلك المساء يعني أن الاقتران لم يحدث أو أن القمر غرب قبل الشمس وبالتالي لا يمكن النظر إليه أو تحريه أو رصده سواء بالعين أو بأي جهاز كان هناك منطقة بيضاء كما ترون في أقصى غرب الأرض في أمريكا الجنوبية وفي المحيط الأطلسي هذه المنطقة البيضاء معناه أن القمر موجود فوق الأفق بعد غروب الشمس ولكنه لا يمكث إلا فترة قليلة يعني بضعة دقائق أو عشر دقائق ربع ساعة وكنت قد ذكرت لكم في سنة الماضية أن الرقم القياسي لرصد أصغر يعني أقل شيء رأيناه في تاريخ الرصد الفلكي هو تقريبا عشرين دقيقة بالأجهزة وعلى الأقل نصف ساعة بالعين المجردة فإذا مكث القمر في السماء بعد غروب الشمس لبضعة دقائق وأقل من ثلث ساعة أو نصف ساعة فلن تراه للأجهزة ولن تراه العين وهذا ما يحدث في هذه المنطقة البيضاء هناك منطقة صغيرة جدا هي المنطقة الزرقاء التي ترونها وهذه في أقصى في وسط المحيط الهادي هذه المنطقة يرى فيها الهلال مبدئيا بالأجهزة يعني بالتليسكوبات أو بالمناظر ولكن عندما يرى في تلك المنطقة يكون النهار قد بدأ في معظم مناطقنا وبالتالي لا يمكن حتى للذين يقولون بتوحيد المطالع أنه إذا كان الهلال قابلا للرؤية في أي مكان في العالم فنأخذ به ويبدأ شهر في كل العالم هذا ما يسمى بالتقويم الموحد أو توحيد المطالع إذن كما ترون فتلك الليلة لا يمكن رصد أو رؤية الهلال في أي مكان من الأرض سواء كانت في اليابسة أو كانت في البحار والمحيطات وبالتالي يوم الجمعة اليوم الذي يليه أي يوم 26 مايو لا يمكن أن يكون بداية الشهر الجديد أي شهر رمضان فيما يهمنا هنا اليوم الذي يليه وستظهر لكم الخريطة على الشاشة اليوم الذي يليه كما ترون هناك مناطق بالأخضر أكثر المناطق على الأرض بالأخضر أو بالبنفسجي بالأخضر معناه أن الهلال سهل جدا يرى بالعين المجردة بدون أي صعوبة بالبنفسجي معناه يرى إذا كانت ظروف السماء مواتية جدا يعني صافية ليست هناك ليست هناك سحب ليست هناك غبار كثير ليست هناك تلوث إلى آخره فممكن جدا أن يرى بالعين المجردة المناطق الزرقاء كما أشرت هي المناطق التي يرى فيها بالأجهزة فقط ولا يرى بالعين المجردة ولكن كما ترون يعني 90% أو أكثر من العالم بما فيه العالم الإسلامي بأسره يقع في هذه المناطق التي يرى فيها الهلال بسهولة تم وبالتالي نستطيع نحن الفلكيون أن نقول مسبقا أن يوم الخميس مساء لن تتمكن فيه الرؤية ولا يجب أن يدعى الناس للتحري أصلا لأن الهلال غير موجود في السماء وأن يوم الجمعة مساء سيكون الهلال موجودا في السماء وسهل الرؤية في بعض المناطق سهل جدا بالعين في بعض المناطق يكون قابلا للرؤية إذا كانت الظروف الجوية ظروف السماء موالمة وفي مناطق أخرى سيكون قابلا للرؤية بالأجهزة وبالتالي سيكون أول يوم من رمضان يوم السبت 27 مايو إن شاء الله بالنسبة لكل العالم هذه الحمد لله هذه السنة ظروف القمر والأرض والشمس اجتمعت كل هذه الظروف حتى تجعل الرؤية موحدة وممكنة في نفس الليلة بالنسبة للجميع وبالتالي إن شاء الله هذه السنة لن يكون هناك اختلاف سواء للذين يأخذون بالحزاب ونحن منهم طبعا أو الذين يسرون على التحري ونحن لا نوافق على ذلك ولكن هذه المرة إن شاء الله كلنا سنتفق بالنسبة للذين يقولون بالتقويم الموحد يعني بتوحيد المطالع أينما رؤية في الأرض فيعمم على باقي المعمورة أو الذين يقولون بالتقويم الثنائي وكنت شرحت كل هذا وأدعوكم للعودة إلى تلك الحلقات من قبل سنة تقريبا للإطلاع على تفاصيل رؤية الهلال وتفاصيل التقويم الإسلامي كيف يوضع على أي مبادئ وماذا يقوله الفلكيون وماذا يقوله الفقهاء إذن إن شاء الله أول يوم من رمضان يوم السبت 27 مايو بالنسبة للمسلمين جميعا كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ستكون لنا عودة بعد بضعة أسابيع عندما يقترب عيد الفطر ونهاية رمضان لنشرح لأن في تلك الحالة لن تكون المسألة هكذا بهذه السهولة وبهذا التوحيد ولكن سيكون لنا تفصيل آخر إن شاء الله على كل أتمنى لكم رمضان مباركا وكل عام وأنتم بخير ونواصل مشوارنا مع بعض في تأمل معي لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة حتى تصل لكم كل حلقات أولا بأول بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله